ايزاي طلبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل مع سلسلة دروس الوحدة الثانية دراسة التحولات النووية ونأتي اليوم الى درس النشاط الاشعائي عند الانتهاء من هذا الدرس سيكون بإمكانك حساب عمر مادة عضوية باستخدام قانون النشاط الاشعائي ونجيب عن السؤال التالي كيف يمكن أن نقدر عمر هيكل إنسان مدفون منذ عشرات السنين إذن يمكننا تقدير عمر هذا الهيكل باستخدام الكربون البعطاش وسنتعرف على هذه الطريقة العلمية في درس نيليوم لنتعرف أولا عن مفهوم النشاط الاشعائي النشاط الاشعائي يرمز له بالرمز A ووحدته البكريل نسبة إلى العالم هنري بكريل وهو عدد التفككات التي تحدث في الثانية الواحدة إذن هو عدد التفككات التي تحدث في الثانية الواحدة وليس في الدقيقة أو الساعة كذلك يعرف بعض المراجع على أنه سرعة التفكك يعبر عن النشاط الاشعائي بالعلاقة تالية A تساوي نقص dn على dt أو نقص مشتقة n بالنسبة للزمن أي مشتقة النشاط الاشعائي بالنسبة للزمن نشتق عبارة n بالنسبة للزمن فنتحصل على العلاقة alit تساوي n0 في لمضة في إكسبونسيا لنقص لمضة في t بوضع a0 تساوي لمضة في n0 أي النشاط الاشعائي الابتدائي a0 تساوي لمضة في n0 حيث n0 هي عدد الأنوية الابتدائية يمكن كتابة العلاقة السابقة بالشكل alit تساوي a0 في إكسبونسيا نقص لمضة في t زمن نصف العمر تنصف سبق لنا وأن تطرقنا إليه قلنا سابقا على أنه الزمن اللازم لتفكك نصف العين الابتدائية يمكن القول أيضا بأنه الزمن اللازم لبلوغ النشاط الاشعائي نصف قيمته العظمية أي نستطيع كتابة t نصف توافق a0 على 2 وكما قلنا سابقا فإن النشاط الاشعائي يطبق في مجال التأريخ حيث يمكن بوسطة الاشعاء تقدير عمر المواد العضوية كبقايا الأعضاء النباتية أو الحيوانية ذات العمر الذي يقارب 40 ألف سنة باستعمال الكربون 14 من أجل ذلك نستخدم في حساباتنا العلاقة التالية a على a0 تساوي n على n0 تساوي m على m0 تساوي exponential نقص lambda في t حسب المعطيات الموجودة في التمرين حيث t هو عمر العينة إذن من أجل حساب عمر العينة معرفة بنشاطها الاشعائي أي نعرف a و a0 ننطلق من العلاقة السابقة وهي a على t تساوي a0 في exponential نقص lambda في t هذه العلاقة تصبح a لت على a0 تساوي exponential نقص lambda في t نريد هنا كتابة عبارة t يستلزم ندخل لن على الطرفين تصبح لن a على a0 تساوي لن exponential نقص lambda في t يستلزم لن a على a0 تساوي نقص lambda في t يستلزم أنه لن a0 على a قمنا بقلب ما داخل لن وغيرنا الإشارة تساوي lambda في t إذن ت تساوي 1 على lambda في لن a0 على a بنفس الطريقة نستطيع حساب عمر عينة معرفة بعدد أنويتها أو كتلتها تطبيق نواة البولونيوم مشعة تتفكك إلى الرصاص اكتب معادلة التفكك مع تحديد الجسيم المنبعث ثابت الإشعاع لنواة البولونيوم lambda يساوي 5.8 في عشق ونقص منها ثانية وثناقص واحد أحسب كل من ثابت الزمن طو وزمن نصف العمر تنصف عند هذه اللحظة أو عند لحظة ما يكون النشاط الإشاعي لعينة من البولونيوم a التي تتساوي 4.2 في عشق و 12 بيكريل ما هو عدد الأنوية المشعة عند هذه اللحظة الجواب بالنسبة لمعادلة التفكك بولونيوم 211.84 يعطينا الرصاص 126.84 ويعطينا جسيم منطلق هو مجهول لا نعرف طبيعته هل هو ألفا أو بيطا بليس أو بيطا موه من أجل معرفة الجسيم المنبعث نطبق قانون صودي وهو الحفاظ العددين الكتلي والشحني فنجد أن a يساوي 210-206 فعطينا أربعة وزيد يساوي إثنان إذن الجسيم المنبعث هو الهيليوم ربعة ثنين ونمط التفكك هو ألفا بالنسبة ل ثابت الزمنطو و تنصف طو قلنا هو واحد على لمضة بالتطبيق العددي نجد النتيجة أنه تساوي 17.24 في عشاق وستة ثانية بالنسبة للزمنطو في العمر تنصف يساوي لن 2 على لمضة وتساوي 11.9 في عشاق وستة ثانية ثالثا مطلوب حساب عدد الأنوية أنليتي عند اللحظة التي يكون فيها نشاط إشاعي أليتي تساوي 4.2 في عشاق واثناش بيكرل قلنا في الدرس أو في الجزء النظاري أن هناك علاقة بين النشاط الإشاعي وعدد الأنوية هذه العلاقة هي A تساوي لمضة في N إذن N يساوي A على لمضة بالتطبيق العدد نجد أن أليتي تساوي 0.72 في عشاق وعشرين نوات تطبيق الثاني إن يخضور النباتات الحية يمتصل الكربون في وجود ضوء وعند موتها تتوقف عملية الامتصاص فيؤدي هذا إلى تلقص كمية الكربون 14 فيها نحاول تأيين عمر خشب من العصر ما قبل التاريخ ومن أجل ذلك نقيص النشاط الإشاعي لكربون 14 لقطع من الخشب مقطوعة حديثا أي قمنا بحساب 0 ولقطعات خشب قديمة لهما نفس الكتلة يعني حساب R أي نشاط الإشاعي لعينة قديمة أو لخشب قديمة نلاحظ أن النشاط الإشاعي للخشب الحديث يكون 7 مرات أي 7 أضعاف مما هو عليه في الخشب القديمة إذن A0 هو 7 أضعاف A T المطلوب هنا حساب العمر التقريبي للخشب القديمة إذا علمت أن نصف عمر الكربون 14 هو 5600 سنة إذن هذه العينة المراد حساب عمرها معرفة بنشاطها الإشاعي إذن نطبق العلاقة T تسوي 1 على اللمضان لن A0 على A التي سبق لنا برهنتها من أجل تحديد عمر هذه العينة القديمة حيث A0 قلنا هو النشاط الإشاعي الإبتدائي للعينة الجديدة و و A0 هو النشاط الإشاعي للعينة القديمة معطية التمرين تخبرنا بأن النشاط الإشاعي لهذه الخشبة الحديثة يكون سبع مرات مما عليه في الخشبة القديمة التي مر عليها أو التي مر على قطعها زمن طويل T يطلب تحديد هذا الزمن يعني هذا الكلام معناه أنه A0 نشاط الإشاعي الحديث يساوي سبع آلتي إذن نطبق العلاقة أو قانون التأريخ T تساوي 1 على لمضة لن A0 على A وتساوي نعوض 1 على لمضة بعبارتها أي مقلوب لمضة ما هي إلا T نصف على الاثنين في لن سبع آلتي على آلتي سبع آلتي هي تعويض لأ صفر لأن أصفر يساوي سبع آلتي باختزال آلتي على آلتي تصبح T تساوي 5600 على الاثنين في لن سبعة النتيجة هي 15792.9 سنة إذن العمر التقريبي للخشبة القديمة هو 15792.9 سنة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة